الصرف المخزني يتم الدخول إليه من إدارة المخزون العمليات الصرف المخزني سؤال متى نستخدم أمر الصرف المخزني الجواب هناك العديد من الحالات التي من خلال نستطيع استخدام أمر الصرف المخزني مثلا الصدقات أو التبرعات مثلا صرف التالف من المخازن الصرف إلى مراكز الإنتاج المسحوبات الشخصية المكافآت التي تمنح للموظفين كذلك صرف العجز في حالة أردنا الاستغناء عن شاشة تسويات المخزون واستخدام أمر الصرف المخزني لمعالجة العجز في المخازن دائما وأبدا في أمر الصرف المخزني يكون الصرف بالتكلفة وليس بسعر البيع كما أن حساب المخزون في أمر الصرف المخزني دائما دائن لأنه ينقص أو ينخفض أما خطوات استخدام شاشة أمر الصرف المخزني على نحو التالي يتم الضغط على زر الإضافة يتم الضغط على زر الإضافة ثم نلاحظ أن رقم الصرف سوف يظهر آليا رقم الصرف الأول التاريخ يظهر آليا نوع الصرف طبعا هذه حقل اختياري ليس إجباري كيف ظهرت هذه الأنواع ظهرت هذه الأنواع من خلال شاشة قمنا بإدخالها سابقا هي شاشة أنواع أوامر الصرف المخزني والتي قمنا بإدخالها سابقا أنواع أوامر الصرف طبعا حقل وشاشة اختيارية الغرض منها فقط التقارير نعود مرة أخرى إلى الصرف المخزني نقوم بضغط على زر الإضافة يظهر رقم الصرف الأول آليا والتاريخ يظهر آليا نوع الصرف إذا أردنا مثلا اختيار نوع من هذه الأنواع اخترنا وإذا لم نرد ليس إجباريا وإنما اختياريا ثم ننتقل مباشرة إلى رقم الحساب في رقم الحساب في هذا الحقل يتم اختيار الحساب المتأثر مباشرة فمثلا إذا تم التبرع يتم إدخال حساب التبرعات والصدقات طبعا بعد إضافته في جانب المصروفات في الدليل المحاسبي إذا كان الحساب متأثر مثلا قيام مدير الشركة بسحب بضعة يتم عمل مسحوبات شخصية إذا كان منح الموظفين مثلا مكافآت يتم إدخال حساب المكافآت بعد أن يتم إضافة جميع هذه الحسابات في الدليل المحاسبي الآن سنقوم بضرب مثال بسيط مثلا على صرف تبرعات وصدقات من الشركة ما علينا إلا أن نقوم بإنزال حساب التبرعات والصدقات ويتم إنزاله إما بالبحث بالضغط على F9 واختيار المدير المحاسبي أو من خلال البحث عن طريق الاس ما علينا ذهب إلى اسم الحساب وإدخال رمز النجمة ثم تبرعات ثم الضغط على F9 سوى يظهر مواجهة لتنقوم بضغط عليه مرتين ثم التحرك بالتاب أو بالماوس في حالة كانت الشركة تستخدم مراكز تكلفة يتم إدخال مراكز التكلفة التي تستخدمها الشركة ننتقل مباشرة إلى رقم الصنف هناك طريقة لإنزال أصناف إما عن طريق رقم الصنف مباشرة أو عن طريق اسم الصنف سوف نجرب كلتا الحالتين مثلا عن طريق رقم الصنف نقوم بإدخال رقم الصنف المرد التبرعات مثلا 002 ثم نضغط على F9 مثلا دقيق البركة تحرك بالتاب المغزر رقم اثنين يحتوي على أربعين كيس نقوم باختياره مثلا سوف يظهر تاريخ الانتهاء مباشرة سوف يظهر تاريخ الانتهاء مباشرة لأنه ضمن المواد الغذائية التي تم التأشير على أنها لا توارق انتهاء الكمية مثلا 30 كيس كمثال سوف يظهر التكلفة آليا لأن أمر الصرف المغزان يكون دائما بالتكلفة ننتقل للصنف الآخر ويتم انزال هذا الصنف من خلال مثلا البحث عن طريق الاسم نقوم فقط بإدخال رمز النجمة ثم نكتب مثلا دقيقة استنابل نكتب فقط استنابل F9 سوف يظهر مباشرة نقوم باختياره نلاحظ ماذا يخبرك النظام أن الكمية المتوفرة في المغزر رقم واحد 120 كيس وفي المغزر من رقم اثنين 340 نختار مثلا من المغزر رقم اثنين ثم التحرك بالتاب سوف يظهر تاريخ الانتهاء مباشرة الكمية مثلا تبربع عشرة كياس في البيان ما علينا لكتب مثلا تبرعات لحدى الجمعيات الخيرية ثم نقوم بعمليات الحب المثال الثاني مثلا صرف مكافآت الموظفين طبعا بالتكلفة ما علينا إلا الضغط على زر الإضافة ثم التحرك بالتاب أو بالماوس وإدخال حساب المكافآت والمزايا طبعا بعد إضافة الدين المحاسبي نقوم بيتخار رمزة النجمة ثم نكتب مكافآت F9 نختار المكافآت والمزايا تحرك بالتاب ونقوم بإنزال أصناف المراد التبرع أو منح الموظف المكافآة من خلالها مثلا تلفون جلاكسي يخبرنا الآن النظام أن هناك في المغزر رقم واحد مئة وحبة تلفون والمغزر رقم اثنين مئة وعشرين ثم نختار المغزر رقم واحد الكمية مثلا ثلاث حبات وهكذا نستطيع إكمال بقيات الأصناف المراد منح الموظفين مكافآت ثم نقوم بعملية كتابة البيان مثلا ثم نقوم بعملية الحب من أجل البحث على أوامر الصرف المغزر التي تم إدخالها في شاشة أمر الصرف نقوم بضغط على زر البحث ثم نقوم بإدخال أمر الصرف مثلا السرقم واحد ثم التحرك بالتاب سوف يظهر مباشرة الآن نلاحظ أنه بعد إتمام أمر الصرف المغزني والحظ فإن المخازن تتأثر كميا مباشرة حتى إذا لم يتم ترحيل أمر الصرف المغزني إذن أمر الصرف المغزني بمجرد الحفظ يؤثر على المخازن الآن سوف نؤثر مالي من خلال الترحيل ويتم ترحيل من إدارة الحسابات نخرج من إدارة المغزون الذهاب إلى إدارة الحسابات الترحيل أوامر الصرف المغزني نقوم بالضغط على أمر مرتين ثم نقوم بالتعشر على ترحيل ومن أجل استعراض البيانات التي يحتوي أمر الصرف المغزني تستطيع الضغط بالزر الأيمن شوف تظهر جميع الأصناف التي تم صرفها ثم نقوم بالضغط على زر الترحيل السؤال الآن ما هو القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام آليا بالنسبة لأمر الصرف المغزني كقاعدة عامة في أمر الصرف المغزني يكون حساب المغزون دائن بينما الحسابات الأخرى المتأثرة سواء أكانت صدقات أو تبرعات مكافآت أو مسحوبات شخصية أو صرف التالف والعجم المغزن أو الصرف إلى مراكز الإنتاج دائما تكون مدينة إذن معرفة القيد المحاسب المنفذ آليا يتم الدخول إدارة الحسابات التقارير اليومية العامة نوع المستناد نقوم بالبحث على أمر الصرف أمر الصرف المغزني ثم نقوم بالضغط على زر اتباعه سوف تظهر القيود المنفذة آلية من قبل النظام في أمر الصرف المغزني القيد الأول الذي كان عبارة عن صدقات تبرعاتها من حساب الصدقات والتبرعات كمصروف إلى حساب مغزون المواد الغذائية أما أمر الصرف المغزني الآخر الذي هو عبارة عن مكافآت ومزايا من حساب مصروف المكافآت والمزايا مدين إلى حساب مغزون تلفونات الجوال دائن فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى أمر الصرف المغزني يتساءل البعض ما أهمية حساب الأعباء في أمر الصرف المغزني ولمعرفة أهمية هذا الحق نفرض جدلا أننا قمنا بصرف تبرعات وصدقات لأحدى الجمعيات الخيرية نقوم بالضغط على زر الإضافة نقوم بإدخال حساب الصدقات والتبرعات نقوم بإدخال رمز النجمة ثم إفتسعة صدقات وتبرعات نوع الصرف اختياري مثلا صدقات وتبرعات الآن نقوم بإدخال الأصناف مثلا دقيقة البراكة كمثال تم التبرع مثلا قمنا بإدخال تاريخ الانتهاء مثلا بخمس أكياس النوع الثاني مثلا دقيقة السنابل خمسين كيس كمثال الآن بعد إدخال الأصناف تم نقل هذه البضاعة أو هذه الصدقات والتبرعات إلى الجمعية الخيرية وقد تم دفع مبلغ النقل نقدا من الصندوق في مثل هذه الحالة فإن حساب الأعباء المتأثر هنا هو قيمة ما تم دفعه مقابل نقل هذه الصدقات والتبرعات إلى الجمعية الخيرية فإذا ما كان نقدا نقوم بإدخال حساب الصندوق ونقوم بإدخال المبلغ مثلا خمسة ألف ريال طبعا هذه الأعباء سوف تضاف على الصدقات والتبرعات ثم نقوم بكتابة البيان مثلا ثم نقوم بعمليات الحف ونقوم بعمليات التأثير المالي من خلال الترحيل ولمعرفة القيدة المحاسبة المنفذة آليا نجتم الدخول التقارير يومية اليومية العامة صرف مغزاني ثم طبعا نلاحظ أن أمر الصرف الأخير للصدقات نلاحظ ماذا القيدة المحاسبة هو من حساب الصدقات والتبرعات مضافا إليها مبلغ الأعباء الذي عبارة عن مصارف نقل البضاعة إلى الجمعية الخيرية إلى حساب مغزون المواد الغذائية بقيمة الأصناف المتبررة بها وحساب الصندوق بقيمة المبلغة التي تم دفع مقابل نقل البضاعة إذن قيد المحاسبة من حساب الصدقات والتبرعات بالإجمالي إجمالي قيمة أو تكلفة الأصناف المتبررة زائدا الأعباء إلى مذكورين حساب الصندوق بقيمة الأعباء خمسة ألف وحساب أو تكلفة البضاعة أو الأصناف المتبررة بها إلى إحدى الجمعيات الخيرية نعود مرة أخرى إلى أمر الصرف ولمعرفة التقارير المرتبطة بأمر الصرف المغزني ما علينا إلى الدخول للتقارير الصرف المغزني نستطيع في تقارير الصرف المغزني طباعة التقارير بناءً على الخيارات والحقول الظاهرة أمامنا إما على أساس أرقام أوامر الصرف المغزني أي من رقم إلى رقم أو على أساس التاريخ نستطيع طباعة أوامر الصرف من تاريخ معين إلى تاريخ أو على أساس الحساب المتأثر أو على أساس النوع هل هو صدقات تبرعات تاريخ أو على أساس الأصناف جميع الخيارات التي تلبي رغبات واحتياجات مستخدمة أنظمة ما سوف مش يمكن استخدامها من خلال هذه الحقول مثلا سوف نقوم بطباعة أوامر الصرف المغزني بشكل تحليلي مثلا بناءً على التاريخ نقوم بإدخال التاريخ نقوم بالطباعة سوف يظهر أمر الصرف مثلا هذا الرقم الأول عبارة عن الصدقات تبرعات أمر الصرف الثاني يتم التحرك بالسهم الأسود على الشاشة مثلا هذا الصرف الثاني المكافأة والمزايا طبعا بشكل تحليلي وأمر الصرف الثالث الصرف المغزني يتأثر مباشرة بمجرد الحفظ أي أن المغازن تنقص مباشرة كما أن حساب المغزون في أمر الصرف المغزني يكون دائماً دائماً لأنه انخفض أو نقص نفس شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم